مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهيري النادي الاهلي في كل مكان برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف النهاردة ان شاء الله حلقتنا دسمة جدا جدا هنتكلم يمكن عن حضراتكم متابعين التوقف في العالم كله على مستوى الدوريات وطبعا المنتخبات والصراع إلى الوصول لكاس العالم 2022 التصفيات الأوروبية وصلت لإيه؟ التصفيات الأفريقية ومنها منتخب مصر وصلنا الحمد لله للتصفيات النهائية موقفنا واستعداداتنا للمرحلة النهائية مرحلة النوك أول والكلام الكتير عن التصنيف الأول والتصنيف الثاني والناس بتقول نلعب الجزائل لا المغرور لا تونس لا ناجيريا كل ده هنتبقوا هنا مع حضراتكم ونتناقش فيه يعني بموضوعية كاملة وشفافية كاملة ونشوف إن شاء الله بإذن الله منتخبنا في قطر 2022 كمان النهاردة حلقتنا زي ما بقول لحضراتكم هنتكلم عن موقف المجموعات العشرة فيه على مستوى القرى الأوروبية إيه المفاجآت اللي حصلت إيه الفرق اللي قريدي وصلت ليه نهايات كاس العالم وكمان الملحة الأوروبي الملحة الأوروبي اللي بتضم يمكن بعض المفاجآت وبعض المنتخبات اللي طبعا كانت يعني اتصدمت بنتائج فيه الدوري المجموعات هنتكلم عليها بالتفصيل هنا في المحترم خلينا نتكلم قبل منتكلم على تفاصيل حلقتنا عايزة أخش مع حضراتكم فيه يمكن ملحوظة في مباراة مصر مع الجابون وطبعا فوزنا اتنين واحد اللقطة اللي يمكن يعني على وسائل السوشيال ميديا كان فيها بعض الانتقادات أو اتأسم فرقتين هو موقف خروج محمد صلاح مع اتنين بوديجارد الحقيقة الموقف زي ما بقول لحضراتكم فيه فرقتين فريق بيقول إن الصورة مش كويسة إن الصورة يعني بالنسبة لمصر لا تدل على الأمان وإن الصورة اللي قدام حضراتكم دي صورة يعني لا تدل صورة زعلت ناس كتير جدا وقالت ده الفريق اللي بيتكلم إن احنا زعلانين إن محمد صلاح بيخرج بهذا المنظر الموضوع بيقولوا إن يعني فيه يعني أفوارة شوية فيه الموضوع ما يستهلش كل دوت وإن الصورة دي قد تثير بعض الجدل على مستوى الأمن في داخل الاستاذ على الجانب الآخر فيه فريق تاني يقول لك لا طبعا ده طبيعي جدا إن محمد صلاح يمكن بعد المشاهد اللي انخلال المباريات على مستوى البطولات الأفرقية واللي كمان موجودة في مصر إن كان فيه بعض الناس بتنزل بتنزل ملعب بصورة عشوائية وبتحاول تقرب من صلاح وتتصور معاه وطبعا حضراتكم عارفين إحنا ما زلنا ما زلنا لسه فيه طبعا مرحلة الكوفيد ناينتين وزي ما بقول لحضراتكم خلينا نتعامل مع محمد صلاح يعني راجل مخترف بشكل كبير جدا وصل لمرحلة من الاحترافية أعتقد إن احنا لازم نحافظ على ذلنا أنا طبعا من خلال الموقف دوت أنا بقول ده طبيعي جدا يعني بيحصل فيه أوقات كتير على مستوى اللاعبين اللي في مستوى محمد صلاح أو في الطوب ليفل ابنكلم على ميسي رونالدو أما بيكونش الصورة دي واضحة قوي يمكن ده التعليق الوحيد إن ممكن جدا يكون الاتنين البوديجارد أو الحراس لمحمد صلاح يكون خارج الصورة خارج المشهد لكن في الوقت اللي يحسوا فيه إن ممكن يكون فيه بعض التجاوز ممكن يكون فيه بعض المدايقات ممكن تكون صورة بتتقرب إنها بتسيق حتى للقرى المصرية في الوقت ده يتدخلوا لكن وجودهم فيه ملعب أعتقد كان الملعب مفيهوش كمية كبيرة من الجماهير الملعب كان هادئ جدا أعتقد كان من الأفضل إنهما يتواروا شوية خلف محمد صلاح ولكن لو تدعى الأمر لدخلهم والمساعدة طبعا لصالح محمد صلاح ولصالح الكرة المصرية أكيد هيكونوا موجودين فالصورة دي كانت موجودة أطار الجدل كتير جدا لازم نتكلم عليها ولكن أنا فوجة نظر الشخصية إن إحنا نحاول نتعامل إن فعلا محمد صلاح وصل لطوب ليفل وصل لمرحلة كبيرة جدا جدا من الاحترافية ولازم ننقل صورة طيبة أولا سيف لمحمد صلاح صورة طيبة كمان لمنتخب مصر وزي ما بقول لحضراتكم كمان اتحاد الكرة المصري طلع بيان لأن بعض الناس بتقول إن محمد صلاح هو اللي طلب دوت محمد صلاح ما طلبش دوت لكن ده كان بناءا عن قرار من اتحاد المصر الكرة القدم إن يكون فيه تواجد هؤلاء أو الحارسين دول يكونوا موجودين بجانب صلاح وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم يعني خلينا نتعامل باحترافية أكتر من جدا آه محمد صلاح أكيد طروة قومية وأكيد بنحافظ عليه لكن كمان إمتى نحط المشهد دوت إمتى يكونوا موجودين وإمتى ما يكونوش موجودين في هذا المشهد طيب نروح لنقطة تانية ترجمة نانسي قنقر